والمتابعين شايفين والمسئولية كبيرة على هيكتور كوبر والجهاز الفني لكن أكيد لحق الاختيار تماما والإنصاف كانت نتائجه مميزة جدا ومعلومة على السريع وعالهامش كلنا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري ولكن أنا بقول لكم بعد كاس العالم هيكتور كوبر مش موجود مع المنتخب المصري وده برغبة الاتنين على فكرة رغبة اتحاد الكرة ورغبة الموديل الفني الموديل الفني اللي هو قاعد مع المجموعة بتاعته بيتكلم صعب يا جماعة حقق الإنجازات تاني انت يبقى مطلوب منك توصل كاس العالم لأنك وصلت وانت وصلت لنهاية أفريقيا يعني شايفين مشوارها يبقى صعب عليهم وفي نفس الوقت معهم مشوارها يبقى صعب لأن في عروض أخرى خليجية بعض الأندية الخليجية والجهاز بيه كامل الجهاز بيه كامل فبالتالي مش فرقة هنجدلوا لكن طبعا عايزين يعملوا حاجة مع المنتخب ده أكيد هما من وجهة نظرهم شايفين المنتخب دي الاختيارات المسلى يعني من وجهة نظرهم هما أكيد عندهم رؤية لكن مش كل الاختيارات ترجمة نانسي قنقر